بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلا للطيبين الطاهرين أنا دكتور محمد أبو الطيب ألتقيكم في محاضرة جديدة من محاضرات ديبلوم والهايدروجين الأخضر محاضرة هذا اليوم ستكون استكمال للمحاضرة السابقة وكانت عن استخدام برنامج هومر في حسابات إنتاجية الفيوسيض مع الخلايا الشمسية سأخصص هذه المحاضرة لعرض نتائج برنامج هومر وتحليلها بشكل تفصيل أمامكم هذه الصورة وهي تعرض تفاصيل الطاقة المنتجة شهريا سوف نختار تايم سيريز بلوت كما ترون في المربع الحواري أسفل من الشاشة لعرض تفاصيل الانتاجية للمنظوم وأمامكم هذه الشاشة وهي الشاشة التي ترونها عندما تختارون العرض التفصيلي للنتائج يمكن أن تروا في هذه الشاشة أربعة أقسام رئيسية القسم الأول الذي ترونه هو الدليل اللوني لتفاصيل انتاجية المنظومة الهجينة المكونة من الالواح الشمسية وخلايا الهيدروجين والبطاريات والانتاجية المتحققة فيها وسعر التفاصيل على حق أما الجلس الثاني وهو الذي سنعول عليه في عملنا هي خانة الأول داتا سيريز في هذه الخانة سنتمكن من تخصيص لون محدد وبحسب رغبتنا لكل تفصيل من تفاصيل العملية الانتاجية عندما نفتح هذه الخانة سنراها بتفاصيلها كما ترونها أمامكم وتشمل كل تفاصيل العمليات الانتاجية واستيلاك الطاقة في المنظومة طبعا اختيار عرض كل التفاصيل سيحول الشاشة إلى غابة متشابكة وغير مفهومة من الألوان لذلك سنختار عدد محدد من التفاصيل لعرضه ويمكن لمستخدمين البرنامج تغيير هذه الألوان وتخصيصها بحسب رغبتهم في عرض النتائج التي يريدون عرضه مثلا سنختار هنا اللون الأحمر لعرض انتاجية العلواح الشمسية وساختار اللون الأسود لعرض AC Primary Load وساختار اللون الأسود لعرض نتائج خلايا الهايدروجين لاحظوا هنا علامة الصحة ظهرت في المربع الأول من جهة اليمين وليس الثاني من جهة اليمين كما هو الحال في الخيارين السابقين وهذا يعني أن النتائج سيتم عرضها في محور خاص ثاني يقع في أسفل محور عرض النتائج الأولى وبذلك سيكون لدينا محورين لعرض النتائج نتائج هذا الخيار سيعرضها البرنامج في المحور الأسفل بينما نتائج الخيارين السابقين سيتم عرضها في المحور الأعلى ولأن دليل الألوان طويل نسبيا فسنحتاج إلى عرض تكمنتي سنختار اللون الأخضر لعرض نتائج تفريغ البطاريات على المحورين الأعلى والأسفل في محاور عرض النتائج وساختار اللون القهوائي الـ Brown Color لعرض محتوى البطاريات من الطاقة على المحور الأول المحور الأعلى وساختار لون بيرل أو البنفسجي أو الارجواني لإنتاجية الووتر إلكتراليزر الجزء الثالث من الشاشة هو محور عرض البيانات الأعلى والقيم X-axis فيه هي التوزيع الساعي للنتائج على مستوى السنة ككل ويمكن عرض النتائج على مستوى اليوم الواحد أو عدة أيام أو عدة ساعات بحسب الرابط أما قيم المحور الصعدي Y-axis فيه تختلف بحسب نوع البيانات المراد عرضها وهناك تدريجين لقيم هذا المحور تدرج على اليمين وتدرج على اليسار وتدرج على اليسار غالبا ما يكون بوحدات الكيلووتر يشابه محور أرض البيانات الأسفل محور أرض الأعلى بتفاصيله ويمكن لنا اختيار أي من النتائج نرغب بعرضها في أي من هذين المحورين الفكرة من وجود هذين المحورين هو لعزل البيانات المعروضة بعضها عن بعض حتى لا تتشابك معا بطريقة يصعب معها فهم هذه البيانات المعروضة وتمييزها بعضها عن بعض الآن لو أردنا أن نقصن هذا النمط من الألوان ودلالاتها على بيانات الإنتاج والأحمال نختار خيار Save As ويمكن لنا أن نجعل هذا النمط هو الأساس في عرض كل النتائج التالية التي سيقوم برنامج هومر بحسابه أي نجعله Default لذلك نضع إشارة وموافقة على المربع الحواري ونختار Make Default وبذلك سيصبح هذا النمط من الألوان نمطا ثابتا لكل النتائج القادمة التي سنعمل عليها في هذا المشروع الآن ننتقل إلى على يمين الشاشة هنا نرى أربعة إشارات إشارة زاعد وناقص positive و negative ويستخدمان للإشارة إلى تقريص المدى الزمني لعرض النتائج أو مده أي يمكن لنا أن نستعرض النتائج على مدى السنة أو العشهر أو الأيام أو حتى الساعات في اليوم الواحد من خلال هاتين الإشارتين أما الإشارتين أكبر وأزار فهما الحركة والانتقال يمينا ويسارا بين الأشهر المختلف ننتقل من جنواري إلى مارج آذار إلى تموز يوليو إلى ديسمبر كانون الأول أو العودة إلى الوراء ولأي شهر أو يوم نرغب به الآن ننتقل لإستراض النتائج سننذهب إلى يوم 4 جنيوري كانون الثاني من السنة لنرى كيف اشتغلت المنظومة وأنتجت الطاقة الكهربائية لتلبية الأحمال في هذا اليوم لنتبع أولا إنتاجية الطاقة الشمسية في النصف الأعلى من النتائج يبدو أنه في هذا اليوم كانت هناك قيوم إذا كان الإنتاج الشمسي قليل اللون الأسود هو للدلالة على قيمة الأحمال التي تطلبها تشغيل المصنع ومن ساعات اليوم ويمكن أن تروا أن المصنع بدأ العمل ساعة 8 بحمل ثابت و1 ميجاواط إلى الساعة الرابعة عصر وبعدها تم توقف المصنع عن العمل واللون نزق الفاتح أمامكمه لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الهايدروجين اللون الأخضر هو لتفريق الطاقة الكهربائية من البطاريات وذلك عندما لا تكون الطاقة المجهزة من الخلال الشمسية وخلال الهايدروجين كافية لتغذية الأحمال اللون القهوائي أمامكم هو لمحتوى ووضع الشحن المخزونة في البطاريات والتي تقل عندما يتم سحب جزء منها لتغذية الأحمال وتزداد عند وجود فائض من الطاقة المنتجة عن حاجة الأحمال يتم خزنه فيها اللون الإرجواني أو البيرل هو لإنتاج الإلكتراليزر عند توفر ما يزيد من طاقة عن حاجة الأحمال لغرض إنتاج الهايدروجين وبالتالي خزنه نأتي الآن لتحليل الإنتاجية التفصيل في الساعة السابعة صباحا ليس لدينا أي أحمال تحتاج لطاقة كهربائية في الساعة الثامنة بدأت معدات المصنع بالعمل لذلك سنحتاج إلى طاقة كهربائية وبما أن إنتاج الإلواح الشمسية لا يكفي لذلك تنهض البطاريات بالأحمال الأكبر في تزويد الأحمال بالطاقة كما نرى ذلك بوضوح في النصف الأسفل من مقطط الطاقة وهذا ما سيؤدينا خفاظ الطاقة المخزونة فيها كما نرى ذلك في النصف الأعلى من المحور الأول مع زيادة إنتاج الإلواح الشمسية تتناقص الطاقة المزودة من البطاريات ومع انخفاض إنتاج الواح الشمسية ترتفع مشاركة البطاريات مرة ثانية ومع الانخفاض الأكبر في إنتاج الواح الشمسية على الرغم من أننا في الساعة الواحدة ظهرا تكون المشاركة الأكبر للبطاريات ويستمر الخفاظ في شحنة المخزونة فيها كما نرى ذلك في الجزء الأعلى من المحور الأول وتستمر البطاريات بجزيز الأحمال حتى آخر ساعة عمل قبل أن تتوقف في المعدات في المصنع عن العمل الآن لنأخذ مثال اليوم الثاني حالة المنظومة في يوم مشمس كما هو الحال في يوم 6 جنيوري أو 6 كانون الأول وقبل شروق الشمس وبدء العمل وضع الطاقة في البطاريات مستقف في الساعة السابعة كان ندينا إنتاج من الطاقة الشمسية ولأنه لا توجد أحمال فإن كل الطاقة تذهب لزيادة المخزون من الطاقة في البطاريات مع بيدي الأحمال بالعمل ستأخذ كل الطاقة التي تحتاجها من الواحي الشمسية لأن الطاقة المنتجة الآن أكبر من حاجة الأحمال له ولأن الطاقة التي تنتجها للواحي أكبر مما تحتاجه لأحمال سيذهب الجزء الأكبر منها إلى الإلكترلايزر لإنتاج الهايدروجين وبمعدل ثابت وجزء قليل سيذهب للبطاريات وهذا ما نرى في زيادة الشحن المخزونة كما يوضحه الجزء الأعلى من المحور الأول رغم أن الطاقة الكعربائية المنتجة من الواحي الشمسية قد انخفضت إلا أنها ما زالت أكبر من حاجة الأحمال إذلك سيذهب الفائض الواتر إلكترلايزر تسامن انتهاء العمل مع انخفاض انتاج الواحي الشمسية وتوقف المنظومة عن العمل ولنأخذ يوم آخر يظهر لنا أن إنتاج الواحي الشمسية أكبر مما تحتاجه الأحمال كذلك في البطاريات كاملة الشحن لذلك نرى منحنة الشحنة فيها مستقر كما في الجزء الأعلى من الشكل وباقي الطاقة المنتجة تذهب بالكامل إلى إنتاج الهايدروجين من خلال عمل الواتر إلكترلايزر وهذا مثال آخر أكثر تعقيدا مما سبق لأن إنتاج الواحي الشمسية قليل ويغطي الأحمال لبعض الوقت في الساعة الثامنة تبدأ الأحمال بالعمل وتحتاج طاقة الكهربائية لكن الطاقة المنتجة من الواحي الشمسية لا تكفي لذلك يدخل الهايدروجين كمصدر للطاقة الكهربائية لتعويض الفارق الذي تحتاجه الأحمال الآن الواحي الشمسية أنتجت ما يكفي من طاقة الكهربائية لأحمال مع فائض قليل سيذهب لإنتاج الهايدروجين وعندما تنخفض الطاقة المنتجة من الألواح يتدخل الهايدروجين هنا لتعويض النقص في الطاقة الكعربائية التي تحتاجها لحمال ونفس الحالة هنا عندما تزيد الطاقة المنتجة من الألواح سيذهب الفائط لإنتاج الهايدروجين وعندما ينخفض أنتاج الألواح تأتي طاقة الهايدروجين لتعويض النقص الآن تدخل البطاريات في تزويد أحمال البطاق بسبب الانخفاض الشديد في إنتاجية الألواح الشمسية ويمكن أن تروا أن مستوى الشحن المخزون في البطاريات قد انخفض قليلا كما ترونه في المنحنة على الصفحة أمامكم معظم انتاجية الالواح بشكل كبير تدخل البطاريات بقوة في تزويد الحمال بالطاق لحين توقف الحمال عن العمل في الرابع عصر وهذا مثال آخر مهم يوضح كيف تشاركت كل من البطاريات والهايدروجين لتزويد الحمال بالطاق الكهربائي بسبب الخفاظ الكبير في انتاجية الطاقة من الالواح الشمسي وهذا مثال آخر يوضح كيف تشاركت الالواح والبطاريات في تزويد الحمال والطاقة المطلوبة الزيادة في مشاركة البطاريات تقابل مقدار النقص في انتاجية الالواح هنا الطاقة الفائضة عن الاحمال ذهبت مباشرة إلى انتاج الهايدروجين وفي هذا اليوم لدينا نفس سدوك المثال السابق وهنا أيضا لدينا نفس سدوك المثال السابق أما في هذا اليوم لاحظوا كيف تدخلت خلال الهايدروجين في تزويد الحمال بالطاقة عندها جدتها لها وبعد توقف الحمال ذهبت الطاقة الشمسية الفائضة لتوليد الهايدروجين وأيضا لاحظوا كيف أن شحنة مستقرة في البطاريات في المنحنة الثابت أعلى الشكل وهذا مثال آخر عن دور البطاريات المهم في تزويد الحمال بالطاقة إذ أن نقلب وقت عمل المنظومة في هذا اليوم يعتمد عليه عدى جزء بسيط كان من انتاج الالواح الشمسية وكان كافي تغطية حاجة الأحمال ودخلت خلال الهايدروجين هنا بشكل ثانوي في تزويد الحمال بالطاقة الكهربائي وفي يوم آخر كل الطاقة الناتجة عن إشعاء الشمسي ذهبت لتغذية الوتر ريكترائيزر وكانت خلال باقي اليوم كافية لتجهيز الحمال بالطاقة الكهربائي وسبب هنا أن النهار طويل لأننا في شهر جون أو حزيران وساعات النهار هنا طويلة مقارنة بالأشهر الشتوين وعندما تكون الطاقة المنتجة من الواحة غير كافية تتدخل خلال الهايدروجين لتعويض النقص في التجهيز وهذا مثال آخر لنفس الحالة السابقة فقط لاحظوا كيف انخفضت الشحن المخزونة في البطاريات جراء استهلاكها في تغذية الأحمال وهذا مثال آخر عن مشاركة البطاريات فقط في تعويض النقص في الطاقة المنتجة من الواحة في تغذية الأحمال وعند وجود طاقة كهربائية فائضة فنذهب لشحن البطاريات كما نرى في المنحنة أعلى الشكل وتأتي الطاقة الفائضة لتعويض النقص الحاد في الشحن المخزونة في البطاريات نأخذ الآن سيناريو انتاجي آخر بدل السيناريو الانتاجي السابق هنا سنعتمد على البطاريات والالواح فقط دون أي مشاركة من الخلائل الهايدروجينية والواتر الكترولايزر كما ترونه أمامكم وهذه هي الحالة التقليدية لتشغيل الأحمال اعتمادا على الالواحة الشمسية والبطاريات كما في حالة المنظومات الأوفاكرت وعند الضغط على الخيار علىه تفتح لنا هذه الواجهة التقليدية واذا اخترنا من الواجهة السابقة الالكتركل ستفتح لنا هذه الواجهة ومنها سنختار تايم سيريز بلوت هذه واجهة المشاركة السنوية لعناصر الانتاج في تجهيز الأحمال بالطاقة الكهربائية في جهة اليمين الدليل اللوني لعناصر الانتاج والاستهلاك المختلف في هذا الخيار الانتاج وامامكم شكل لمساهمة كل من الالواح والبطاريات في تزويد الأحمال بالطاقة الكهربائية ويمكن لنا هنا ملاحظة معين عندما تكون الطاقة المنتجة من الالواح كافية لا توجد اي مشاركة للبطاريات وهذا ما نراه من ثبوت سعتها الشحنية في اعلى منحن الشكل عندما نستطيع الالواح توفير ما تحتاجه لأحمال حين ذلك تدخل البطاريات لتعويض النقص وطبعا سينقص هذا من سعتها الشحنية وثالثا عند توفر فاض من الطاقة الكهربائية المنتجة سينثب هذا الفاض لتعزيز السعة الشحنية وزيادته في هذا اليوم الذي ترونها اموكم كانت الطاقة الكهربائية المنتجة من الالواح كافية الا بعض النقص البسيط الذي عوذته البطاريات وفي هذا اليوم ايضا نرى نفس حالة المثال السابق هنا ايضا دخلت البطاريات لتعويض النقص وايضا هنا تدخلت البطاريات لتعويض النقص بشكل اكبر من السابق لاننا في شهرين نوفمبر ديسمبر وهما من اشهر الشتاء الان سنمضي خطوة اخرى واكبر في تحديد عناصر المنظومة الانتاجية التي نعمل عليها فبدل ان نترك البرنامج اختيار سعة الالواح الشمسية المنصوبة سنحدد له قيمة الدنيا وقيمة عليا لسعة هذه الالواح فتم تحديد الحد الادنى بصفر والقيمة العليا او العظمى ب900001 كيلوات نبتدي الحسابات بالطريقة المعروفة ومنها نحصل على سيناريوات الحلول التي توصل لها البرنامج وسنأخذ الخيار الاول وهو الواح الشمسية بالسعة 6446 كيلوات مع باقي العناصر التي لم يتم تغييرها وهذا السيناريو يمنحنا خيارات الانتاج السنوية التي ترونها امامكم نفس الافكار القديمة يمكن لنا مشاهدتها هنا عن مساهمة كل عنصم العناصر للانتاج والخزن للواح والبطاريات وكذلك الوتر الكترولايزر وخلائي الهايدروجين في تزويد الاحمال بحسب الجانب اقتصادي لكل منها اي بحسب كلفة الكيلوات اوار الذي تنتجه وهذا مثال اخر ليوم اخر بنفس الافكار لن اعيد هنا شرح مثل هذه المنحنايات فقد عرضتها بتفصيل سابق وهذا مثال عن كفاية الطاقة المنتجة من الواح لوحدها في تغذية الاحمال وفي هذا اليوم الذي ترونه امامكم نرى مساهمة بسيطة من خلال الهايدروجين قد يختلف الوضع قليلا في شهر ديسمبر او كانون الاول من السنة لاننا في اشهر الشتاء والشمس هنا محدودة كما ترون يمكن لنا تغيير كل عنصر من عاصر المنظومة للحصول على سيناريوهات انتاج مختلف فعلى سبيل المثال يمكن لنا تغيير ساعة خزان الهايدروجين بخيارات متعددة لرفع قدرة المنظومة على انتاج وخزن الهايدروجين او تغيير ساعة الوتر ريكوتورايزر او تغيير ساعة البطاريات وطبعا مع كل عملية تغيير ستتغير النتائج التي يمكن لنا الحصول عليه وفقط اود التذكير هنا ان الاساس في عملية تحليل برنامج هومر لخيارات الانتاج تعتمد على الكرفة الاقتصادية بمعنى لو اننا غيرنا الكلف التي عرفناها سابقا لعناصر الانتاج لتغير سيناريوهات الانتاج بشكل كبير ويمكن لمن يرغب ان يغير كلف الانتاج التي وضعتها سابقا ليرى كيف تتغير سيناريوهات الانتاج بحسب حسابات هومر في نهاية هذه المحاربة اتمنى ان اكون قدمت صورة واضحة وبسيطة عن كافية استخدام برنامج هومر في اعداء الحسابات التصميمية لمنظومات خلال الهايدروجين باستخدام مصدر من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وبإمكانكم ان تجربوا مصادر اخرى مثل استخدام طاقة الرياح الطاقة المسوردة من الشبكة الوطنية او اي خيار انتاجي اخر بحسب ظروف الاحمال التي يتم تصميم المنظومة لتوفير الطاقة الكهربائية له اذا عجبتكم المحاضر فلا تبخلوا باظهار الاعجاب عليها وبإمكانكم الاشتراك المجاني في قناتي من خلال الضغط على لوغو سورر اللي يشوفوا امامكم وهذه الصور لبعض محاضراتي في دبلومة الاولى التي قدمتها في قناتي وكانت عن استخدام منظومات الطاقة الشمسية منظومات الوحي الشمسية وهذه الصور لبعض محاضراتي في قناتي على اليوتيوب اللي يضم اكثر من 250 محاضرة حول مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهايدروجين والطاقة البديلة كانتاج الطاقة الكهربائية من نفاية البلدية الصالبة وهذه صفحتي في الفيسبوك بإمكانكم التواصل معي من خلالها فبإمكانكم رسال اي ملاحظات او اسئلة تحبون ارضها علي لغرض اعداد الاجابة عنها او مناقشتها شكرا لكم وطمئنا لكم يوم سايد شكرا لكم